بدلك من بداية السؤال تاعك الفرق ما بين الفرق الكبرى والمنتخبات الكبرى والمنتخبات الصغرى بين قوسين وانا المتخبات الصغرى ترجع لك للوراء وذو كان السيستم تاكتيك ذو كان مفتوحين بالنسبة لمنتخبات الصغرى يرجع لك الوراء لازم لك حلول بعد على الأصابع باش تقدر تسجل أهداف ولما سجلتش كل ما يفوت الوقت كل ما ياخد هو ثيقة وانت تنقص في الثيقة تاعك ولكن اليوم شفنا منتخب وطني جزائري ممتاز من ناحية الجماعية كما تسبقوا قولنا في بداية المقابلة قبل بداية المقابلة من ناحية الجماعية خاصة تاكتيكيا كانوا ممتازين وقولنا باليكاينين أمور تاكتيكية خاصة وهي مثلا البلوك ميديون هو الضغط المتوسط هو لما بنجاح يروح كولي بالي شعيبي يروح للمدافع الثاني محرز يروح لاريا رقوش عدنا بن راحما روح لاريا دروال الميريو تيران اللي هو زروقي كان يخرج دايما لقاناقي هذا في بناء اللعب لأنه فريق أنا كن شوفه فريق سينيقال فريق الجزائري فريق سينيقال يعرفي بني اللعب من الوارا بينما المنتخب الجزائري ما عندوش بناء اللعب ما يعتمدش على بناء اللعب في الطاكتيك تاعه يعتمد على الفغارات إعتمد على اللاطا كارابيد تعتمد على الهجم المعاكس تقدر تقول هجم المعاكس تقدر تقول لطاك رابيد بلك سيبوكو بريسي الهجم المعاكس ممكن تطوله لكن لطاك رابيد بلك دو باسطر وهذا ما شاهدنا اليوم لعبو من ناحية تكتيكية بذكاء كبير خاصة من ناحية الدفاع ما شفناش لعبو لهم في ظهورهم بزاف لانه نقطة ضعفتاعنا في اللقاءة اللي سبقونا هو ان الدفاع تلعبلو في ظهورهم احنا هي نقطة ضعفتاعنا كبيرة اليوم نضم للمخلة وشهدك نقطة ضعفتبان وانتخب سينيغالي كبير جدا